دائماً الضيوف اللي الغالين علىنا هنا مثالك الله يعطيك العافية نحب أن أي ثانية نشتغلها في الكلام معه لأنها للفائدة والمعرفة الله يعطيك العافية طيب يا دكتور متى تشوف أو متى يجب على المريض زيارة الطبيب وكم مرة؟ تختلف من شخص لشخص القاعدة الأساسية في طب الأسنان هو كل ستة شهور لازم الشخص يراجع دكتور الأسنان يراجع دكتور الأسنان لأسباب علاجية لأسباب تنظيف أسنان من الجير والرواسب الجيرية لها عدة أسباب ولكن لازم تكون مثل ما بقوله بالتقويم تبع كل شخص كل ستة شهور يراجع طبيب الأسنان هذا الشخص الأسنان وطبيعية اللي مواظب على نظافة الأسنان بفرش أسنانه في البيت علاجات وكلها كاملة إن شاء الله ما يكون عنده آلام ولا تسوسات كل ستة شهور هي الفترة المناسبة لمراجعة الدكتور طيب جميل دكتور عمر دائما دائما في بعض المراجعين من المدخنين نسأل الله لهم الشفاء والعافية إن شاء الله التدخين أثاره سلبية على عدة أمور ولكن ما تأثيره على الأسنان بما أن نتكلم عن الأسنان والأمور هذه هل تأثير التدخين قوية على الأسنان؟ طبعا لا شك أن التدخين منضرع الصحة بشكل عام ولكن إذا بدي أحكي فيه علاقته في الأسنان علاقته جمالية في المرتبة الأولى اللي هي التصبغات بتعرفوا الناس اللي بيدخن دائما أسنان هافي عليها تصبغات كثير بيعملنا مشاكل على اللثة تصبغات على اللثة هي مشاكله الأساسية مشاكله الثانوية على الأسنان ممكن أنه هو يسبب في تنشيف اللعاب يعني بيصير المدخن دائما بيكون لعاب وناشف وإحنا عندنا اللعاب هو الأساسي لمحاربة التسوس يعني وجود اللعاب بالفم هو بيخفف من حدوث التسوس بدون تفاصيل ولكن هو إله تأثير طبعا على الأسنان من تصبغات من تسوسات من آثار على اللثة أكيد يعني ننصح أي حدا بيحاول أن يبطل الدخان طريقة أخرى الله يزاك الله يبارك طبعا كما ذكر الدكتور أن التدخين ما هو بس أثرها بس على أسنان وشيء ذكر التدخين دائما له أثر على الإنسان بشكل عاطب يعني طيب دكتور عمر اللي هل الدكتور عمر أبو ريشة يعني الدكتور عمر أبو ريشة يعني من دكاترة يعني اللي مبدعين في هذا المجال ونسأل الله لك توفيق إن شاء الله على الأشياء التي تجلس تقوم فيها ويعني أصلا دائما بضاء الجمهور دائما يعني إذا الشخص صار جمهوره راضي عنه أظم أنه من إبداعه ومن الشيء اللي جلس يقدمه أخوي دكتور عمر أبو ريشة يحظى بالشيء هذا ونسأل الله لك توفيق في الأشياء اللي هو جلس يقوم فيها في مجاله وفي العادة